سلام عليكم أنا محمد وده بودكاست عباس ليه بنكرر نفس الغلطة؟ حلقة عن التكرار القهري في مرة دخلنا أنا واثنين صحابي فيلم في سينما والفيلم كان مرعب ومخيف جدا لدرجة أنه أحد مشاهد الفيلم الأخيرة معظم الناس اللي في السينما صرخوا بصوت عالي قوي لما اكتشفوا أن كل أبطال الفيلم كانوا أموات وأن اللي كنا متصورين أنهم أشباح وأرواح طلعوا أحياء وكان أحد أصحابي دول هو صاحب الصرخة الأعلى والأطول والأكثر رعبا في السينما كلها المهم بعد ما خرجنا قررنا ندخل في فيلم تاني علشان نغير المود وكانت المفاجأة أن صاحبنا ده كان مصمم أنه يدخل نفس الفيلم أيوة نفس الفيلم رغم أنه بالنسباله كان تجربة مخيفة ومرعبة وقاسية جدا جدا أعتقد أن أول خيط في إجابة السؤال يبدأ من هنا الخط الثاني كانت ملاحظة مهمة لحظها كتير من علماء النفس والمعالجين النفسيين من أول فرويد لغاية دلوقتي وهي أن بعض الناس عندهم نزعة شديدة وميل غريب لتكرار بعض التجارب المؤلمة اللي في حياتهم يعني حد يتعرض لخبرة سيئة يجب يحاول بعدها يهيئ كل الظروف والأحداث والأشخاص نفسهم أو زيهم ويكرر نفس الخبرة السيئة دي تاني واحدة تم الاعتداء الجنسي عليها وهي صغيرة تكبر ويتحول سلوكها الواحدة بتدور على اللي ينتهكها جنسيا أو تشتغل فتاة ليل وتتفنن في بيع جسمها ونفسها واحد تظلم وتهان وتعرض لمعاملة قاسية بعد شوية تلاقيه بيدور على اللي يظلمه ويروح له حد تاني دخل في تجربة عاطفية مؤلمة وانتهت بالفشل يوم لما ييجي يدخل في تجربة تانية يختار سكة زي السكة القديمة وشخصية زي الشخصية اللي فاتت ويكرر نفس التجربة ويعيد نفس الألم وينتهي إلى نفس النهاية وده اسمه في التحليل النفسي التكرار القهري وبيكون ليه عادة سبب من أربعة الأول هو أن الواحد يعيد سيناريو نفس الأحداث القديمة بكل تفاصيلها وأدوارها وظروفها علشان نفسه ينهيها نهاية مختلفة غير اللي انتهت عليها قبل كده يعني مش هتصعد في حياته ومش محلول جواه يعيد صناعته وتركيبه كل شوية مع شخص أو أشخاص جديدة يلبسهم الأدوار الجديمة أو حتى نفس الأشخاص القديمة علشان يحل معاهم اللي ما عرفش يحلوا قبل كده ويعمل نهاية جديدة وسعيدة ومريحة مدى للنهاية للبائسة السابقة السبب الثاني هو أن الواحد غالباً بيكون في تجاربه المؤلمة الأولى ضعيف ومضطر ومش بييده أي حيلة وكل حاجة بتكون اتعملت غصب عنه ومش بإرادته وحس وقتها بالزل والانكسار والمهانة فيجد الوقت يعمل كل ده تاني بكل حزفيره وتفاصيله بس بمزاجه وإرادته وكامل وعيه يعني تبقى المرة دي بيدي لا بيدي عمر فيحس ولو إحساس مزيف أنه له السيطرة على الأمور وله التحكم في الأحداث السبب الثالث هو أنه كان في اللي حصل له قبل كده الضحية كان مستسلم ومغلوب على أمره فيرجع المرة دي علشان ينتجب يرجع شريط حياته الورى ويكرر نفس التجربة مع نفس الحد أو مع حد جديد بس يكون المرة دي هو الجاني وياخد بطاره السبب الرابع ومش الأخير هو أن كتير من اللي بيتعرض لتجارب وخبرات مؤذية وقاسية في حياته بيحس بالزنب أنه ما دفعش عن نفسه أو أنه هو اللي وصل نفسه لحد كده أو أنه هو اللي ساعد الطرف التاني أنه يؤذيه وده بتحسه كتير من البنات ضحية التحرش والاختصاب بفعل عوامل نفسية ومجتمعية وثقافية كتير فيبدأ ينتقم من نفسه يعذبها ويجلدها بتكرار نفس الأحداث واستدعاء نفس الأزى واستعذاب نفس الألم في بعض الناس بتستلز بتعذيب نفسها وجلد ذاتها الناس تقريبا بتعمل دماغ من الألم وبتستعز بالوجع ودول بكل بساطة بينتجموا من نفسهم أو بينتجموا من غيرهم في نفسهم أنواع العلاقات البشرية كتير جدا وطبيعتها معقدة لأقصى حد ومن أصعب العلاقات اللي ممكن نشوفها هي العلاقة اللي البنت بتختار فيها صاحب أو زوج أو شريك يكون مستغل أناني وطماع ومؤذي ليها عاطفيا وجسديا مش بس كده ده هي في العلاقة دي بتكون متمسكة بيه جدا وتحارب الدنيا كلها علشانه ولو سابها ترجع له ولو غاب عنها تحنله وما تستحملش فراجه ولا بعضه أبدا برغم البهدالة والاستغلال والأزى لأ وكمان إيه في حالة لما يفترقوا عن بعض لأي سبب تدور على حد ليه نفس المواصفات وترتبط به وتعيد الكرة من الأول بنفس تفاصيلها والنوع ده بيفكرني بواحد صحبي اتأزى فعلا من شخصية استغلالية وأنانية ومؤذية فأتمنى لي إن ربنا يرزقه بالزوجة الصالحة التي تقر بها عينه إن شاء الله إحدى مريضاتي كانت بتوصف العلاقة دي وأصولها وأسبابها وأسرها في حياتها أحسن من أي كاتب أو مرجع علمي أثناء طفلتها أبوها كان غايب مسافر علاقته بمراته وبيته إنه بيشتغل وبيجيب فلوس أمها كانت موجودة بس مش موجودة زي الحضر الغائب كده يعني آه موجودة بجسمها معاها في بيت واحد لكنها مشغولة بنفسها واهتماماتها وأصحابها وتلفوناتها أكتر من انشغالها ببنتها وتفاصيل حياتها الرسالة النفسية اللي وصلت للمريضة في البيت ده هي أنت مش مهمة أنت ما تستهليش إننا نهتم بيك أنت وجودك مش فارج معانا أبي وجوده أو غيابه كان مؤذي وأم وجودها وغيابها كان برضو مؤذي الطفل اللي توصل له رسائل نفسية بالشكل ده غالبا مش هيصدق عن نفسه تقول حياته غير حاجة واحدة بس إنه ما يستهلش وإنه وجوده مش فارج مع حد مش بعيد يتربى جواه إحساس رهيب بالزنب على حاجة هو ما يعرفهش أصلا الطفل هيخزن السيناريو ده جواه وهيكرره طول حياته علشان يا إما يحله يا إما يأكده هيدور على ناس ليهم نفس موصفات الأبي والأم ويعمل معاهم علاقات إنسانية عميقة ويا إما يوصل له رسائل عكس اللي وصلته قبل كده فيصدق إنه يستاهل وإنه وجوده فارج ومهم وتتحل العقدة وده غالبا مش بيحصل أو يوصل له نفس الرسائل الجديمة ويتأكد عنده إنه ضحية وده الأغلب والأعم ده اللي عملته المريضة دي بالظبط وتبدأ هنا باقي الخيوط تتجمع المريضة قررت إنها تكرر مشهد عيلتها بكل تفاصيله مع الشخص اللي كانت بتحبه كانت بتدور على حد له نفس موصفات أبوها الأناني الطماعي المؤذي مع اختلاف شكل الأنانية والطمع والأذى وأول ما لجيته مسكت فيه وتعلجت به كانت مصدجة عن نفسها إنها ما تستهلش وقررت تكمل حياتها ما تستهلش وتدور على اللي يثبت لها ده ويأكده لها علشان داللي عشته وتعودت عليه كانت مستنية تحس مع حبيبها زي ما كانت مستنية تحس مع أبوها إنها موجودة حتى لو كانت تمن إنه يؤذيها بس هو أزاها ولغى وجودها زي ما أبوها عمل بالظبط في أعمق أعماقها كان عندها احتمال ضعيف جدا إنها تغيره وتخليه بني آدم بجد لأنها ما عرفتش تغير أبوها وتخليه بني آدم بجد بس ده ما حصلش وما كانش هي حصل كانت بتنتجم من أبوها وأمها من إهمالهم وأزاهم ليها وكانت مصرة على الانتقام بالرغم من كل فرص نجاة كانت بتنتجم منهم في نفسها وبتؤذي نفسها بالنيابة عنهم كانت بتنتحر بالبطيء وبتستعز بدا وبتستلز بيه كانت عاوزة تثبت لنفسها طول الوقت إنها ضحية زي ما كانت وهي صغيرة بس في الحجيجة هي دلوقتي مش ضحية بالعكس هي دلوقتي جانية بس جانية على نفسها هي دلوقتي مسؤولة ومختارة وكل مرة كانت بترجع فيها لحبيبها كانت بتعيد اختيارها لي والدورها في العلاقة دي بكامل وعيها وكامل إرادتها هي تظلمت زمان بس دلوقتي هي بتظلم نفسها عاوز تفهم أكتر سيبك من كل الكلام ده وشوف كلمات الأغنية دي ونيت شرين في حد في حد ممكن يبقى قادر يعيش من غير ألم في حد لو سابوا اللي ظلم يبقى هيموت من ندم خلتني أرتاح للعذاب وأنا من إيدك علشان مخاف من أعذاب بودعان وقفت حياتي عليك وبس وكأني بفرح لو لاي تلبت زالم أعتقد مفيش أوضح من كده خليك فاكر بجا كل مرة بترجع فيها للي بيأزيك فانت اللي اخترت ده وانت اللي قررته وانت اللي مسؤول كل مرة بتحني فيها للي حاسسك إنك ما تستهلش فانت اللي اخترت ده وانت اللي قررته وانت مسؤول كل مرة بتحني فيها للي حاسسك إنك ما تستهلش فانت اللي اخترت ده وانت اللي قررته وانت مسؤول كل مرة بتروح فيها للي بيجلل من أهمية وجودك فانت اللي اخترت ده وانت اللي قررته وانت المسؤول ويبس كده ونكتفي بهذا القدر أتمنى أن الحلقة تكون نالت أعجابكم ما تنساش تدعمني بالشير واللايك والسبسكرايب وتستمع إلى الحلقات اللي فاتت من بودكاست عبس وتستمع إلى الأجزاء اللي نزلتها من مبادرة تقرأ لك هتلاقي عندك موجود كتاب جحيم العابرين وكتاب صلوات العبيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته